السلام عليكم ورحمة الله أبناء العزاء طلاب وطالبيات الصف الثالث الإعدادي هنبدأ إن شاء الله في شرح منهج الترمي الثاني أول يونت معنا هي يونت 7 بعنوان Our World ويلا نبتدي بـ vocabs المفردات اللغوية الموجودة على الدرس الأول والثاني Coastal, Coastal, Grassland, Grassland, Polar, Polar, Wetland, Wetland Wind, Rain, Rain, Areas, Areas, Rainforest, Rainforest, Research, Research, Desert, Desert, Frog, Frog, Lake, Lake, Earth, Earth إنسان الغاب أورينيتين أورينيتين الجي لا تنطق إذا جيه قبلها حرف N فالنطق بتاحها أورينيتين Turtle, Turtle Polar Bear, Polar Bear Caracal, Caracal والكراكال ده النوع من أنواع الكطط Mountain أو مسكن Habitat Habitat Ocean Ocean بعد كده نشوف الـ prefixes والـ suffixes الـ prefixes دي بأدقة بنضيفها لبداية الكلمة عشان تدينا كلمة تانية والـ suffixes عبارة عن مقطع بنضيفه لنهاية الكلمة علشان نحولها لكلمة تانية فمثلا عندنا الصفكس ING بنضيفه لنهاية الكلمة علشان نحولها لصفة أو لإسم زي كلمة interesting وكلمة exciting كمان عندنا الصفكس ERN هنضيفه لنهاية الكلمة علشان نحولها لصفة زي مثلا الاتجاهات الأربعة عندنا هنا كلمة west اللي هو الغرب هنضيف لها الصفكس ERN فهتبقى western غربي وبرضو eastern شرقي بعد كده الصفكس AL بيحاول لنا الكلمة لصفة فمثلا عندنا هنا كلمة coast coast يعني ساحل نضيف لها المقطع AL فتصبح coastal ساحلي وبرضو كلمة nation هنضيف لها AL فتصبح national قومي nature الطبيعة هنضيف لها AL تبقى natural طبيعي الجزء اللي بعد كده خاص بالsynonym المتراضفات والantonym المتضدط معنا كل كلمة ومعناها والمضاد بتاعها فعندنا كلمة modern معناها حديث معناها بالانجلش new العكس بتاعها old أو non-modern difficult بتسوي في المعنى كلمة hard والعكس بتاعها easy beautiful معناها جميل بتسوي في المعنى handsome أو attractive handsome أو attractive العكس بتاعها ugly بعد كده عندنا كلمة build معناها يبني بتسوي create أو make العكس بتاعها destroy يدمر بعد كده عندنا كلمة large بتسوي big أو giant العكس بتاعها little أو small interesting معناها شيك بتسوي exciting والعكس بتاعها boring كمان كلمة far بتسوي remote remote معناها بعيد والعكس بتاعها near قريب بعد كده التعريفات وكلنا زي ما شفنا امتحان الترم الأول بيجي منها اسئلة في الامتحان طب هل المطلوب مننا ان احنا نحفظ التعريفات دي لأ خالص افهمها فقط لغير بحيث لما تشوف التعريف تبقى انت عارف ده تعريف ايه فأول حاجة معنا كلمة grassland أرض عشبية معناها بالانجليش a large natural area of land which is mostly grass عبارة عن مساحة واسعة من الأرض بيكون كلها أعشاب بعد كده rain forest الغابة الاستوائية these habitats have a lot of trees they are usually very hot and have a lot of rain الغابة الاستوائية عبارة عن مكان مليء بالأشجار كمان بيميزوا حاكتين انه بيكون حار جدا وفيه أمطار غزيرة wetland عبارة عن an area of land that is often flooded by water بتكون عبارة عن مساحة من الأرض مغطاة بصفة مستمرة بالماء polar could be describing things to do with the north or south poles كلمة كطب دي بنوصف بها اي شيء او اي حاجة بتكون موجودة في الكطب الشمالي او الجنوبي زي مثلا الدب الكطبي فبنوصف انه هو polar coastal معناها ساحلي describing or belonging to land that is next to the sea كلمة ساحلي دي بنستخدمها عشان نوصف بيها اي حاجة مرتبطة او متعلقة بالأرض اللي بتبقى حول البحر او بجانب البحر كيري كيل الكيري كيل عبارة عن a wild cat قط بري with long legs and big ears ليه ارجل طويلة وودان كبيرة that lives in africa and asia بعيش في كارة افريقيا وكارة اسيا oasis عبارة عن an area in the desert where you can find water الواحة وهي عبارة عن منطقة في الصحراء يمكنك ان تجد بها الماء surrounded by محطبي معناها everywhere around you اي مكان بيحيد بيك بعد كده كلمة fill معناها يملأ يعني make something full بتخلي الشيء مليان so there is no space for any more of something بحيث انه ما يكونش في اي مساحة عشان تضيف عليها حاجة تاني اورينوتين a large animal with long red hair and long arms انسان الغابة عبارة عن حيوان كبير ليه شعر طويل احمر وكمان عنده زراعين طوال which lives in the trees of indonesia بعد كده habitat معناها mountain يعني the natural home of an animal or plant المكان الاصلي او الطبيعي للحيوان او النبات polar bear الدب القطبي وهو عبارة عن a large white bear دب كبير ابيض which lives on the eyes of the architect wonder معناها something that makes you feel it's beautiful or amazing لما بتشعر ان الشيء ده جميل او مدهش فبيحصلك wonder تعجب نكمل بالفوكبس national 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 cover cover natural natural wonders 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 list 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 visitors 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 continue 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 contain 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 fact file fact file fact file environment 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 letter 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 ونخلي بالنا ان letter هنا معناها قمامة دي غير letter اللي بلقيه معناها حرف او خطاب bin 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 destroy 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 local people local people local people volunteers 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 shoot shooting star shooting star shooting star appearance appearance unusually 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 meteorite 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 in shapes bright bright palm tree palm tree palm tree factory factory wildlife 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 location 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 describe 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 date date protect protect mountain mountain field 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 معناها حقل او مجال magazine 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 wind wind believe believe paint 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 basket 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 oasis 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 و لما نجي نجمع كلمة واحة بنحول الاي الى اي fence fence news agents news 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 agents furniture 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 interesting 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 western western road road cause cause بعد كده حروف الجر at the top of surrounded by a cut down a piece of look like sleep standing up easy to reach be known as half of on the side of at the bottom of is cold filled with at different times three hour drive in the middle of take its name from cut out of the rock cover the boy change at بعد كده عندنا الافعال وتصريفاتها الماضي والتصريف التالت past participle وطبعا لازم نحفظ الفعل بتصريفاته لان احنا في الترمي التاني كل شغلنا حيكون على التصريف التالت lay laid laid find found found build built sell sold sold grow grew grown make made into made into fall into fallen think thought thought بعد كده نشوف الملاحظات اللغوية اللي جات على الدرس الاول والتاني اول حاجة عندنا اسم الاشارة these معناه هؤلاء للجامع القريب these habitats are always cold اما this فهو اسم اشارة للمفرد القريب this habitat is often hot تاني حاجة عندنا الفرق بين because because of because معناها لأن وكلنا عارفين انه بيجي بعدها جملة كاملة فاعل وفاعل ومفعول لازم يجي بعد because جملة كاملة اما because of فمعناها بسبب وبيجي بعدها اما اسم واما verb في الجيراند مضاف له ing نشوف المثال نشوف المثالين fewer magazines are sold today by news because of the internet بقيعي الصحف بيبيعوا القليل من المجلات بسبب الانترنت يبقى هنا because of جه بعدها noun اما في المثال الثاني fewer magazines are sold today by news agents because people read news online هنا بعد بقوزت دهنا جملة كاملة فيها السبب لان الناس بتقرأ الاخبار على الانترنت بعد كده عندنا كلمة date date لو جات كاسم هيكون معناها بلحة وجمعها dates او بيكون معناها تاريخ اما لو جات كفعل فمعناها يحد التاريخ كمان عندنا date لو جه بعدها حرف جر back date back اصبح معناها يرجع تاريخه الى شوفوا الامثلة the dates are sold in many shops in the area البلح بيتم بيعه في محلات كتير في المنطقة اما شوف كده في المثال الثاني بقول ايه please write your name address and date of birth on the form من فضلك اكتب اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك في الاستمارة يبا هنا date جات بمعنى تاريخ في المثال التالي the letter isn't dated so we can't tell when it was written الخطاب لم يحدد تاريخه لذلك لا يمكننا ان اخبرك متى كتب the house dates back to the 70th century المنزل يرجع تاريخه الى القرن السبعتاشر يلا نشوف درس الريدنج طبعا الريدنج ده مهم لانه هو اللي بيثبت لك حفظ الكلمات الناس اللي بتشتك ان احنا بنحفظ الكلمات وبننساها لو انت هتقرأ الدرس وتشوف الكلمات جوه الدرس الكلمات بتثبت بالنسبة مية في المية the Kharga Oasis is surrounded by desert far from the river Nile it's visited by more and more tourists every year hundreds of date palm trees are grown here the dates are sold in many shops in the area you can also fill your bags with the baskets shoes and furniture that are also made from the date palm trees the Kharga Oasis is one of Egypt's natural wonders الفقرة اللي قدامنا بتتكلم عن واحة الخارجة واحة الخارجة محطبة كلمة surrounded by معناها محطبة محطبة الصحراء وهي بعيدة عن نهر النيل كل سنة الكثير والكثير من السياح بيزوروا الواحة كمان بيقولك ان في المئات من النخيل palm trees معناها النخيل بيزرع في الواحة البلح بيتم بيعه في الكثير من المحلات في المنطقة بيقولك كمان تقدر ان انت تملى الحقاب بتاعتك وانت هناك بالباسكتس للسلات وكمان الاحذية والاساس يعني هو يقصد ايه يقصد ان واحة الخارجة مشهورة بزراعة النخيل والنخيل ده بيستخدموه في حاجات كتير اول حاجة بياخدوا منه البلح يبيعوه تاني حاجة بيصنعوا منه أثاث وكمان بيصنعوا أحذية ويصنعوا سلات بعد كده الخارجة بيقولك ان الخارجة واحدة من العجائب الطبيعية في مصر ركز بقى في الحاجة المهمة جدا وهي سؤال البراجراف اللي دايما كلكم بتشتكوا منه هنبدأ نذكروا الترم ده أول بأول وده أول موضوع متوقع معنا يجي لنا في امتحان نهاية العام Natural wonders of Egypt العجائب الطبيعية في مصر ده موضوع متوقع جدا يجي لك في نهاية العام بقولك Egypt is visited by more than 14 million tourists every year مصر بيتم زيارتها بواسطة 14 مليون سائح كل عام We have made a list of the natural wonders of Egypt عملنا لك قائمة بالعجائب الطبيعية الموجودة في مصر that we think visitors should know about العجائب الطبيعية دي مفروض ان الزوار يكونوا عارفينها أول حاجة بيتكلم عن White Desert National Park منتزه الصحراء البيضاء القومي أو الوطني طيب يلا نعرف معلومات عنه مكانه فين This huge desert starts on the western side الصحراء الضخمة دي بتبدأ من الجانب الغربي of the river Nile للنهر النيل and continues into Libya وبتفضل مستمرة لحد ما نوصل حدود ليبيا المكان الثاني هو بحيرة النيزك This natural lake طبعا دي بحيرة طبيعية مهياش من صنع البشر It's a three hour drive from هورجيدا على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من الغرداء المكان الثالث وهو جبل إلبا اللي هو جبل علبة This national park is surrounded by grasslands between the Red Sea coast and the mountains عبارة عن حديقة قومية محاطة بالأراضي العشبية موجودة بين ساحل البحر الأحمر والجبال يبقى كده الموضوع ده لو جلنا في الامتحان معنا ثلاث أماكن عرفنا هي موجودة فين هنوصفها ازاي هنا بقى حيديلك معلومات أكتر عن الثلاث أماكن أول مكان معانا الصحراء البيضاء بقولك it contains five oases الصحراء البيضاء بتحتوي على خمس وحات with rocks بها صخور الصخور دي that the wind has made into strange shapes الصخور دي تشكلت عن طريق الرياح والرياح عملتها بشكل غريب شوي تاني مكان نايزك lake the lake is called the shutting star by locals الناس المحليين اللي هما سكان المنطقة سموا البحيرة ببحيرة النيزك السبب because it's believed that a piece of star اللي هو الميتيرايت fell into it the lake is cut out of the rock in the shape of an eye إن أهل المنطقة عندهم اعتقاد إن زمان في شهب أو نايزك سقط على المحيرة فحولها لصخرة على شكل عين والعين دي اتملت بمية زرقاء لامعة زي مية البحر الأحمر المكان التالت وهو حديقة الجبل علبة this national park الحديقة القومية دي takes its name from the mountain in the middle of it اخذت الاسم بتاعها من اسم الجبل اللي موجود فيها لهو جبل علبة تعالوا بقى نشوف الأماكن دي ليه تعتبر wonders ليه بيعتبروها من العجاب أول حاجة بالنسبة للصحراء البيضاء the colors change at different times of day and make them beautiful to look at ألوان الوحات اللي موجودة في الصحراء البيضاء بتتغير في أوقات مختلفة من اليوم وده بيخالي المنظر جميل جدا بالنسبة لبحيرة النيزك it's described by visitors as one of the best place to dive and swim الزوار اللي بيزوروا المكان ده بيوصف انه هو أفضل مكان للغطس والسباح بالنسبة لحديقة جبل علبة it's unusually green and home to many animals and birds على غير العادة هي خضراء وكمان تعتبر موطن للكثير من الطيور والحيوانات however as it's easy to reach على الرغم من انه من السهل الوصول لها it isn't visited often مفيش حد بيزورها كتير it's location should help to protect the wild life there وحا يفترض انه هو بيساعد في حماية الحياة البرية هناك يلا نحل التدريبات على الدرس الاول والتاني number one it's an interesting story the word interesting can be replaced by كلمة interesting اللي معناها شيق ممكن يحل محلها ايه من الكلمات دي sad, exciting, boring, bad الاجابة letter b exciting number two the noun coast can be an adjective by adding كلمة coast عشان نحولها لصفة هنضف لها a-l-e-r-full-e-d اللي جابة letter a a-l coastal number three habitats usually have large green areas and no mountains عبارة عن منطقة خضراء وما فيهاش جبال تبع دي desert coastal grassland mountain اللي جابة letter c grassland number four the lake is a-the-shotting star grow sold laid cold البحيرة عايزين نقول تسمى يبقى is cold نختار letter d number six the opposite of build is كلمة build عارفين انها معناها create لكن الابزت بتاحها create do destroy make اللي جابة حتكون destroy يدمر عكس يبني يدمر number seven there isn't always rain in the a-habitate but there is always a lot of water البيئات دي بيكون ما فيهاش انطار كتير ولكن بيكون فيها دايما ماية كتير فطبعا ما ينفعش نقول الصحراء ما ينفعش نقول polar كمان ما ينفعش نقول mountain تبقى الاجابة الوحيدة اللي هتنفع هي wetland number eight habitats are always cold and are often covered by ice البيئة الايه اللي بتكون دايما مغطة بالتلج وبردة forest rain forest desert polar الاجابة هتكون لتر دي polar nine the word is a and old are opposite كلمة a وold بيكون عكس بعض coastal natural modern ancient طبعا اه old عكسها modern تبقى لجابة لتر سي number ten habitats are next to the sea or the ocean you often find rocks there البيئات اللي بتكون موجودة بجوار البحر تبقى دي اه desert polar coastal forest اللي جابة لتر سي coastal eleven the new hotel on the beach is an interesting a it looks like a ship الفندق الجديد اللي موجود على الشاطئ عبارة عن ايه شايق انه يبدو كسفينة يبقى shooting star shape meteorite star الاجابة هتكون لتر بي shape شكل شيق number twelve mr. طارق's house is a boy trees it's very different to see from the road wandered laid surrounded liked اخذناها في الكلمات surrounded by محط بالاشجار number thirteen the farmer built a new fence around his fields to a his animals الفلاحة عمل او بنا صور كبير حاولين الحكول بتاعته عشان ايه حيواناته fill sell cook protect الاجابة لتر دي protect علشان يحمي حيواناته fourteen remember to a your bottles with water before we go to the desert تذكر ان انت ايه زجاجات بتاعتك قبل ما نروح الصحراء paint fill make do الاجابة هتكون letter b fill انتم لأ الزجاجات fifteen i think that the internet is a of modern technology اعتقد ان الانترنت ايه من التكنولوجيا الحديثة wonder oasis bottle desert الاجابة هتكون letter a wonder sixteen sewa is a very famous a in egypt furniture date fill this oasis sewa دي عبارة عن ايه مشهورة تكون الاجابة لتر دي oasis واحة مشهورة كده انتهينا من جزء المفردات اللغوية يلا نشوف الجزء الخاص بالgrammar الجزء الخاص بالقواعد القواعد الموجودة في الدرس الاول والتاني بتتكلم عن زمن المضارع البسيط والماضي البسيط ولكن في صيغة المبني للمجهول نفتكر الاول مع بعض المضارع البسيط كان بيستخدم ليه وبيتكون من ايه علشان نعرف نشتغل صح اول حاجة المضارع البسيط كنا بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن عادات متكررة كمان عن حقائق سابتة وكنا بنستخدمه في زمن المستقبل لما كنا نتكلم عن المواعيد السابتة والجداول اللي ما بتتغيرش زي مواعيد الكترات والطائرات ومواعيد البرامج والدروس اما بالنسبة لتكون الجملة في زمن المضارع البسيط اذا كانت الجملة بدأ بفعل الفعل ده جمع سواء كان اسم او ضمير زي اي وي يو ذي او اي اسم جمع فالفعل اللي حيجي بعده يكون في صيغة المصدر ده لو الجملة بتاعتي جملة مسبتة اما لو كانت الجملة منفية فبننفي بدونت بعدها فعل في المصدر يبقى الجملة لما بدأ بفعل جمع او ضمير جمع في الاسبيت بيكون فعل في المصدر في النفي بيكون don't والمصدر مثال اي بلاي فوتبول افري دي انا بلعب كرة قدم كل يوم هنا الفعل جه في المصدر لو حبينا ننفي هقول اي دونت بلاي فوتبول افري دي لكن لو الفعل بتاعي كان اسم مفرد او ضمير مفرد زي هي وشي وإت او اي اسم مفرد ففي الحالة دي اذا كانت الجملة مسبتة الفعل بتاعنا هنضف له اس اي اس اي اس اما اذا كانت الجملة منفية فحننفي بdoesn't بعدها الفعل في المصدر ركز doesn't بعدها فعل في المصدر مثال هنا استخدمنا الشكل التاني من have اللي هو has علشان احنا قلنا هي وشي وإت عايزين الفعل في حرف اس اما في النفي فحقول هنفي بdoesn't هنفي بdoesn't الفعل رجع لاصله هنفي بdoesn't have طب ايه اللي كانت بعرفنا ان الجملة بتاعيتنا في زمن المضارع البسيط ان احنا نشوف ظرف من ظروف التكرار اللي هي always sometimes usually often never وطبعا كنا بنقول ان موقع ظروف التكرار كانت بتيجي قبل الفعل الاصلي قبل الفعل الاساسي في الجملة او بعد verbi to be بعد am و is و are كمان من ضمن العلامات اللي بتعرفنا ان الجملة في زمن المضارع البسيط كلمة every every بعدها فترة زمنية every day every week every month every year يبقى كده تذكرنا مع بعض تكوين الجملة المثبتة والجملة المنفية في زمن المضارع البسيط بقى عندنا صيغة الاستفهام قلنا الاستفهام عندنا صغطين صيغة السؤال بهل وفي الحالة دي في زمن المضارع البسيط بنسأل بدو او دز بعدها فاعل بعد كده فال في المصدر أما السؤال بكلمات الاستفهام أما السؤال بكلمات الاستفهام فبيكون بعد كلمة الاستفهام دو او دز بعدها فاعل وبعدين فاعل في المصدر مثال where does he live where ده كلمة الاستفهام ده الفعل المساعد بعد كده الفاعل والفعل live في المصدر do they have a villa هنا دو معناها هل يبقى ده صيغة الاستفهام بهل يبقى ركز بعد دو وداز لازم نجيب الفعل في المصدر كل اللي فات ده كان مجرد تسكير يلا بقى ندخل على الشغل الجد اللي مفروض حنتسئل فيه في الأسئلة طبعا احنا ما عندناش سؤال rewrite علشان يقول لنا ابن الجملة للمجهول لكن بجبهولك في سؤال correct سؤال تصحيح الكلمة اللي بين الأقواس طب في الحالة دي انا ايه لي عرفت ان الجملة اللي قدامي مبنية للمجهول ولا جملة عادية احنا عارفين الجملة العادية بتبدأ بالفعل سواء اسم أو ضمير لكن الجملة المبنية للمجهول بتكون مبدوقة بالمفعول فاذا بدأت الجملة بالمفعول اعرف على طول ان دي جملة مبنية للمجهول واحد يقول يا ميس طب ما هو المفعول برضو بيكون اسم والفعل اسم انا اعرف من ان هو فعل برضو او مفعول هتسأل نفسك سؤال بسيط هو الفعل او الاسم اللي بدئين بالجملة ينفع يقوم بالفعل ازاي تعم اوضحها لك بمثال شوف المثال ده كده احمد احمد ده فاعل اللي عرفني ان هو فاعل وان دي جملة عادية لان احمد هو اللي حيقوم بالفعل هو اللي حيلعب فوتبول لكن شوف المثال التاني is played everyday by احمد فوتبول دي مفعول ما هيش فعل عرفنا ازاي ان فوتبول ما ينفعش تقوم بالفعل الفوتبول ما ينفعش تلعب ولكن تلعب يبقى هنا الجملة اللي قدامي دي مبنية للمجهول بدأت بالمفعول وليس الفعل تعالوا ما نشوف ازاي بننا الجملة للمجهول اول حاجة بندور على المفعول ونجيبه ونحطه في بداية الجملة طب المفعول عندي هنا كلمة فوتبول فحبدأ بها الجملة بعد كده لازم نجيب جزء من verb to be طب ده زمن مضارع فverb to be عندنا في المضارع بيكون ايه يا ام يا از يا ار فوتبول مفرد فحتاخد از اذا هستخدم از يبقى دايما بعد المفعول هنجيب جزء من verb to be في المضارع يا ام يا از يا ار بعد كده الفعل الاصلي الاساسي بتاع الجملة اللي هو plays هنحطه في التصريف التالت تبقى played يبقى فوتبول is played اكمل الجملة بقى everyday طب الفعل اعمل في ايه بنحطه في نهاية الجملة مسبوق بي حرف الجاري boy boy احمد نشوف مثال كمان ندا write to emails ندا تكتب ايميلين فين المفعول هنا two emails two emails هي المفعول هبدأ بالجملة two emails واحنا اتفقنا هنجيب جزء من verb to be يا ام يا از يا ار طب emails جامع يبقى هناخد or two emails are الفعل الاصلي rights هنحطه في التصريف التالت يبقى written بعد كده ندا هنحطها في النهاية مسبوكة بحرف الجاري boy boy ندا دي القعدة بتاعتنا اللي مفروض نكون عارفينها كويس بنبدأ بالمفعول بعدها am is are ولو عايزين ننفيه هنحط not يعني لو الجملة منفية هنزود not بقى am not is not are not بعد كده الفعل الاصلي اللي هو الاساسي في الجملة يبقى في التصريف التالت boy وبعد كده الفعل دي امثلة these areas are known طبعا المنطقة مش هتعرف المنطقة تعرف عشان كده all to are known as polar habitats warm wet areas are called rainforest المناطق الدافئة الراطبة تسمى الغابات الاستوائية طبعا هي ما هتسميش نفسها يبقى مبني المجهول ما ينفعش تقوم بالفعل اما بالنسبة للسؤال في صيغة المبني للمجهول هنعرف ازاي السؤال اللي قدامنا مجهول ولا سؤال عادي سؤال مبني للمعلوم نشوف المثالين المثال الاول بقول does aya watch films هل آية اللي جاي هنا بعد does الفاعل الفاعل اللي حيكون بالفعل اللي حيكون بالمشاهدة هل آية بتشاهد الافلام اما في المثال التاني بقول are films watched by Aya هل الافلام طب الافلام هنا تشاهد ولا تشاهد 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 ماينفعش الافلام تشاهد يبقى الاسم اللي موجود عندي ماينفعش يقوم بالفعل فبالتالي ده سؤال مبني للمجهول طريقة بناء سؤال هل للمجهول او الحاجة do does بيتم حسفها تماما وحنبدأ السؤال بتاعنا بجزء من verbi to be ya am ya is ya are على حسب المفعول بتاعي مفرد او جامع المفعول بتاعنا هنا filmes filmes جامع يبقى انا هسأل ب or ونجيب بعدها المفعول or filmes يبقى اول حاجة بنحزف do او does وبدلا منها بنحط ya am ya is بعد كده المفعول بعد المفعول بنحط الفعل الاساسي في التصريف التالت طب بالنسبة للفعل بنجيبه في الاخر مسبوك بباي باي آية اما بالنسبة للسؤال بكلمات الاستفهام لما نحب نبنيه للمجهول اول حاجة كلمة الاستفهام بتنزل زي ما هي ما بنعملش فيها حاجة واحنا اتفقنا مع بعض ان دو وضاز لازم تتحزف فحنهزف دو ونحط مكانها جزء من verbi to be يا ام يا از يعور على حسب المفعول المفعول عندي match طب المتش هنا مفرد يبقى في الحالة دي حنحط is where is the match عن المفعول بعد كده الفعل الاصلي في التصريف التالت يبقى watch it ودي صيجة السؤال في المبنى المجهول بيكون بعد كلمة الاستفهام في يا از يا or وبعدين مفعول بعد كده فعل في التصريف التالت مثال are these areas known as polar habitats لاحظنا هنا ان هو بادئ السؤال بor وبعد ار في مفعول يبقى على طول لازم الفعل يكون في التصريف التالت المثال التاني what are warm with areas cold هنا برضو بعد what جاب or جزء من verbi to be وبعدها مفعول يبقى لازم بعد المفعول فعل في التصريف التالت يلا نشوف مع بعض بعض التدريبات الجزء الاول ده خاص بطلاب الازهر احنا عندنا في المدارس العام ما بيسألناش في جانب الجرامر في سؤال اختيرات اما الازهر عنده choose the correct answer number one the Egyptian museum buy many million tourists every years طبعا المتحف المصري ما ينفعش نقول يزور فحنقول يوزار يبقى مبنى المجهول وبالتالي عايزين جزء verbi to be m is r والتصريف التالت الاجابة الصحيحة letter d is visited number two books in that shop over there الكتب عايز يقول هنا ايه تباع ما هي ما اتبعش نفسها يبقى اذا الاختيار الصحيح are sold are sold هي المبنية للمجهول رامي تيفي very often الاختيارات isn't watch it don't watch are watched doesn't watch طبعا الجملة دي مبنية للمعلوم وليس للمجهول لان رامي حيشاهد رامي يشاهد اذا هنختار ما بين don't watch و doesn't watch طب هنا عندي رامي مفرد يبقى الاختيار الصحيح letter d doesn't watch number four جبل قلبة بايتوريستس جملة مبنية للمجهول وبالتالي محتاجين جزء من verb to be سواء موز بتاوما فيه بعدها تصريف ثالث طب هنا جبل علبة ده اسم مفرد يبقى حنختار اما ايه اما سي هنا قلنا مبني المجهول يبقى عايزين isn't visited الي جبل صحيحة letter a isn't visited اما سي دي جملة عادية ما تنفعش number five hundreds of dead palm trees in Egypt المئات من اشجار النخيل ايه في مصر طبعا عايزين قول تزرع هي ما تزرعش نفسها يبقى مبني المجهول اذا الاختيار الصحيح letter c are grown التمرين اللي بعد كده هنصحح الكلمة الخاطئة خلي بالك ان التمرين ده في الجملة الاولة والتانية مجابة هنبدأ احنا نحل من اول الجملة الثالثة many new cars are buy reports in factories هنا عايز يقول ان العديد من السيارات تصنع الجملة مبنية للمجهول لان السيارات ما تصنعش نفسها يبقى في الحالة دي هنحط الفعل make في التصريف التالت تبقى made number four our beaches are visiting buy thousands of tourists each year هنا الجملة مبنية المجهول عرفنا منين ان our beaches شاطئنا تزار وليس تزور يبقى visiting هنخلى في التصريف التالت تبقى visited number five squash doesn't play by many students طالما بدأنا بكلمة squash يبقى نفهم على طول الجملة مبنية للمجهول طب هنا الجملة منفية كمان يبقى احنا هنقول ايه isn't played isn't played جزء من verbe to be منفي وبعد كده الفعل الاصلي في التصريف التالت number six many houses built in coastal areas عايزين نقول الكثير من المنازل تبنى الجملة مبنية المجهول اذا الاجابة هتكون are built number seven we are found for important wetlands in Egypt الجملة بدأ بالفعل اذا دي جملة عادية ما هيش مبنية للمجهول وبالتالي هنحذف are found ونحط مكانها الفعل find في المصدر we find لانها جملة مدارة number eight people are cut down a lot of our rainforests every year الجملة دي برضو جملة عادية خالص لانها بدأ بالفعل الناس هي اللي بتقطع الاشجار او الغابات الاستوائي يبقى في الحالة دي هنحذف are cut down ونحط مكانها cut down فقط لا غير جملة عادية في زمن المطرع البسيط number nine the dates sold in many shops in the area البلح طبعا يبايع مبنية المجهول اذا هنحط are بعدها التصريف التالت من sold هي sold برضو يبقى are sold number ten the خرجة oasis surrounded by desert واحة الخرجة محاطة اذا الجملة دي مبنية المجهول تبقى is surrounded is surrounded ونخلي بالنا انها كلمة oasis اللي هي واحة لو الاي دي خلينها ايه تبقى جمع فخلي بالك من الحيتات دي number eleven our windows clean once a month طبعا الشبابيك مش هتنظف نفسها تنظف اذا نجيب لها جزء من verbi to be are وبعد كده الفعل clean في التصريف التالي تبقى are cleaned are cleaned twelve a lot of paper makes from wood طبعا الpaper ما يصنعش نفسه تبقى مبنية المجهول تبقى الاجابة is made is made واحد يقول طب ما فيها lot of ما فرضت بار لا ما انت خلي بالك ان paper ما الدخام لا تجمع فحتبقى is made وبكده وصلنا لنهاية الدرسنا النهاردة انتظرونا ان شاء الله الفيديوهات القادمة هيكون معانا اسئلة اكتر وكمان هيكون معانا شرح باقي اليونت في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته